عندما نشوف شنقريح وهو يحتضن الكأس وفرحان وقريب يبكي كأنه حامل ساروخ صنعه الجيش الوطني الشعبي عجيب غريب وهو الذي يقف ضد التغيير هو الذي أفسد مسار الحركة الشعبي هو الذي انقلب على مطالب الجزائرين هو الذي دعم عودة العصابة هو الذي أعاد خالد نزار على بتني طائرة لأسية وخرج توفيق من السجن ولم يحاسبوا على فسادهم هو الذي ينتقل من جنرالات انضاف بتهم الفساد ويحافظ على الفاسدين لأنهم مقربين منه هذا هو واقع شنقريح وجاء الآن لعمرك شنقريح عمره ما يبتسم في وجوه العسكر ما يبتسمش في وجوههم أبدا دائما مش شنف عليهم وإذا استقبلوا أحد ديرلو طلب باللغة العربية يرفسوا والآن ره فرحان بكأس العرب وهو قدره طلب خطي بالعربية يرميهولك على وجهه يجي يشوف ضابط عنده علامة هنا بتاع السجود هذهك مصلي الله يبهد له عليها ويعطيه مهلا لازم ينحيها حتى رغم أنها طبيعية قد بسبب السجود وكذا 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 يا تعرف دير به العجب العجب هذه حقيقة شنقريح الآن ليحظن في كأس العرب وبتلك الضحكة التاريخية الأسطورية وكأنه صنع هذا ره ساروخ صنعاته ثقنات عسكرية اللي ما ره يتصر حتى شيء ره يتركب فقط ما الذي أنجزته أنت يا شنقريحة عمرك قضيت كله في المؤسسة العسكرية ورق قريب 80 سنة من عمرك يعني أكثر من 60 سنة ركفة في العسكر هل قدمت شيء؟ هل أشرفت على حاجة درتوها كمؤسسة عسكرية؟ لو تحسبون على الأموال التي قدمت للتكوين وقدمت الأشياء هذه وما صنعت الناس تربولات جزائرية في هذه الحالة والله العظيم من المفروض مصيركم السجون وليس قصر الشعب لتحتفلوا بكأس جابوه شباب جزائري بجهودهم بعرقهم بتعبهم جابوه مدربين هذا المدرب اللي هو ولد في فرنسا وتربى في المدرسة الفرنسية وتعلم في المدرسة الفرنسية وهو وبالماضي كلهم لم تنتجهم المدرسة الرياضية الجزائرية لأن المدرسة الرياضية الجزائرية بائسة ووضحة مزر بمعنى الكريم مرت بمراحل مليحة ولكن الآن رهي منهارة ما عندنا بطولة ما عندنا ملاعب ما عندنا سياسة رياضية وما عندنا كل شيء وبعد ذلك يجوك لعبين يلعبوا في تونس وفي السعودية وفي قطر يجيبوا الكأس ولا لعبين متخرجين من الأندية الأوروبية ومتربيين ودرقوا تفولتهم في أوروبا وبعد ذلك صاروا يلعبوا ليصالح الفريق الوطني يجيب الكأس تعتبروا إنجاز المدرسة الرياضية هذا هو الضحك على الذقون هذا هو الكريم